كواس أول فيما يتعلق بإعلاء المشاعر الوطنية في المدارس إحنا فينا عندنا تصور وبانطبقه دلوقتي وعندنا تعليمات لكل المدارس الإزاعة المدرسية والصحافة المدرسية وطابور الصباح والبرنامج الكامل اللي بيقدم فيه الصحافة والإزاعة المتنوعة أنا دخلت بعض المدارس وقلت بيتكلم في برنامج إزاعة مدرسية أنا كوزير وكرجل تربية لا أقبله الكلام دي يعطينا تعليمات واضحة وصريحة في جميع المدارس بداعتنا الـ 54 ألف مدرس أن يكون هناك برنامج متكامل في الإزاعة والصحافة المدرسية يركز فيه على فقرات متنوعة ولابد يكون أمور الولاء والانتماء للوطن واضحة فيه وأيضا الأنشطة اللي بتمارس داخل المدرس لكن فيما يتعلق بقى حضرتك بالمدرسين اللي لهم اتجاهات فكرية معينة سواء إخوان أو غير إخوان تتعارض مع مصلحة الوطن طالما عندي مدرس أساسا لم يستخدم أي شيء ضد مصلحة الوطن أنا ما قدرش أدخل في تفكيره وأقول ده إخواني أو غير إخواني لكن إذا ما ظهر أي معلم وأنا بقول لحضرتك وأنا عارف أن البرنامج بتاعك واسع لانتشار ما شاء الله وكثير من المشاهدين بيشاهدونها دلوقتي أي معلم أي أن كان توجههم يكون له أي توجه واضح مع أولادنا أو يلعب في دماغهم بشكل أو بآخر ضد مصلحة الوطن ضد قواتنا المسلحة ضد غيرها ضد الأمن ضد أي حاجة تتعلق بمصلحة الوطن تأكد يقينا يقينا أنه يتخذ إجراء فوري مجرد ما يثبت هذا الكلام هيتخذ إجراء وأبسط حاجة عندي أنه ما يتعاملش مع العملات التعليمية أنه ما يتعاملش مع الطالب بشكله مباشر ولا يدرس للطالب وهو أنا عندي بعض المدرسين بيرتكبوا أخطاء تؤدي بهم إلى أنه لا يصح أنه يشتغل معلم ممكن يشتغل بقى في عمل إداري ولا يتعامل مع الطلاب فأنا بقول لحضرتك هذا الكلام ورد في ذهننا كويس قوي وأنه إحنا هنا ما ينفعش نلعب في عقول أولادنا إحنا ممكن أي شيء آخر نقبله لكن إن إحنا عمليات استقطاب عمليات لعبة في عقول الأولاد هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا وبنتابعه ولو حصل يعني تابعت بعض الوقائق المتعلقة بذلك لو جاني حاجة بأخذ فاق إجراء على طول يعني لو أنا حضرتك أنا عندي ربما يكون عندي حاجة أو حاجتين أنا حيالهم للتحقيق دلوقتي مجرد ما تطلع نتيجة التحقيق إذا عسيادتك التحقيق أثبت هذا الكلام لأنه أحيانا معلم متغاز من معلم زميله بشكل أو باخر يبعث لك كلك المعلم الفلاني إخواني وبيعملوا بيساوي فأحنا مش عايزين القصة دي تبقى هي زي ما بقوله كده فزاعة وكل واحد يستخدمها لأغراض شخصية إحنا عندنا آليات كتير نعرف إن الكلام ده بيحصل وبيحصلش ونقدر نعرف من خلال المدريات بتاعتنا والإدارات وأيضا الجهات المعنية في الدول نقدر نعرف إن بالفعل الكلام ده بيحصل وبيحصلش وإذا ثبت أي وقعة من هذا النوع أنا بقول له حضرتك هيتخذ فيه إجراء فوري لا تهاونة فيه ما ينفعش في دي بالذات ما ينفعش مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل واحد فينا ما فيش حد فينا كبير إحنا عايزة أقول له سيادتك حاجة شوفوا الزواج حضرتك تعالوا وحنك سفرت الدنيا كلها وإحنا كمان رحنا عشرات الدول ربما يمكن نقول كده أكتر من كده وإحنا ملناش قيمة غير بوطننا ده وإحنا مش مواطنين من الدرجة الأولى اللي في بلدنا دي ومحدش هيحافظ لنا على بلدنا اللي احنا وولدنا دول هم المستقبل وهم اللي هيحافظوا على البلد دي بعد كده وبالتالي ما ينفعش نلعب في دماغتهم مفيش ما ينفعش ندي فرصة لحد إنه هو يشتغل بالطريقة اللي حضرتك أصرتها دي مش هنسمح بهذا على وجه الإطلاق وإحنا متابعين هذا الكلام ده كويس ولو وصلنا شيء من هذا القبيل أنا بقول لحضرتك ده مش مجرد أماني ولا مجرد أنت حضرتك عارف كويس حضرتك إنه إحنا يعني هذه المسائل حتى قبل ما أبقى وزير أنا كنت برضو نائب لشؤون تعليم وطلاب في الجامعة وكانت مثل هذه الأمور وأنا موجود لا يمكن إنها تحصل وكنت عميد ووكيل لمدة 18 سنة الكلام ده ما كانت شيء يحصل عادي ما كانت شيء يحصل عادي